اشتركوا في القناة والتاني بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبالنسبة لمشروع المرسوم الأخير فهو يتعلق بتطبيق القانون الصادري بشأن أحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا واختتم المجلس أشغله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور